اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامير والنهاردة هنعرف هل استخدام السيدوفاج عشان نقلل الوزن ده صح ولا غلط طبعا احنا كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن استخدام الكورتزون للناس اللي عايزة تدخن واحد رفيع وعايز يدخن فبياخد كورتزون عرفنا ان الكلام ده غلط وعرفنا اضراره بالزبط لكن في الفيديو ده احنا بنتكلم عن العكس تقريبا بقى الناس اتخينا وبتاخد سيدوفاج عشان تخص هل ده صح ولا غلط السيدوفاج الاسم العلم بتاعه متفورمن ودي اقراس اصلا لعلاج مرض السكر خصوصا من النوع التاني وكمان لمرحلة ما قبل السكر وكمان بيتاخد في علاج تكييسات المبايد لكن الباحثين وجدوا ان الناس اللي بتاخد السيدوفاج ده لعلاج السكر او تكييسات المبايد لقوا ان وزنهم بيقل بشكل ملحوظ فبدأوا يسألوا هل السيدوفاج بينزل الوزن وهل نقدر نستخدمه لانقاص الوزن للناس اللي ما عندهاش سكر ولا عندها تكييس مبايد وفعلا فيه دراسات تمت على الموضوع ده ولقوا ان الناس اللي استخدمت السيدوفاج سواء عندهم سكر او ما عندهمش لقوا ان بعد ست شهور من استخدام السيدوفاج وزنهم قل بشكل ملحوظ وكمان لقوا ان كتلة الدهون في جسمهم هي كمان قلت في خلال الست شهور دول وكمان لقوا ان السيدوفاج ده بيقلل شهيتهم ناحية الاكل ولقوا ان المريض بيتحملوا بشكل كويس وبيتحمل الاثار الجانبية بتاعته بشكل كويس لكن الدراسة دي وغيرها من الدراسات اللي اتعملت كانت دراسات قصيرة المدى ومحدودة الى حد كبير فلسه محتاجين دراسات اكبر واعمق على هذا الاستخدام للسيدوفاج وعشان كده الاف دي اي او هيئة الدواء والاغذية الامريكية لم تعتمد السيدوفاج كعلاج لانقاص الوزن لحد دلوقت طيب ايه الخلاصة بقى يعني ينفع ناخد السيدوفاج ولا ما ناخدوش الخلاصة ان السيدوفاج ده اساسا علاج للسكر ومرحلة مقابل السكر لكن لو وصفوه لك الطبيب لانقاص الوزن فمفيش في مشكلة الى حد كبير وما تتوقعش ان السيدوفاج اللي واحده هو اللي بينزل الوزن لازم كمان معاه النظام الغذائي والنظام الرياضي وكمان السيدوفاج مش بينزل بشكل كبير يعني السيدوفاج هيساعد الناس اللي عندها زيادة بسيطة في الوزن او سمنة درجة اولى لكن اكتر من كده مش هيأثر معاهم بشكل كبير كمان لازم تعرف ان السيدوفاج لا يستخدم في المرضى اللي عندهم فشل في القلب او فشل في الكبد او ضعف في وظيف الكلا بشكل كبير او لو عندهم سمية في الجسم لنتيجة عدوى يعني في جسمهم او الناس اللي بتاخد كحليات بشكل كبير وفي كل الاحوال لا يتم استخدامه الا باستشارة ومتابعة الطبيب وفي النهاية احب اشكركم اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم